اللي حصل النهاردة مش كاش في حساب اللي حصل النهاردة قصة ونموذج نجاح تهالي النهاردة فيه كتير من الدروس ومظاهرة حب حقيقة سواء من الأعضاء اللي كانوا موجودين وحضرين أو من كابتن محمود الخطيب والناس وعضاء مجلس الإدارة اللي كلهم كانوا موجودين النهاردة أنا بقول ان هو يعني السيد أحمد يوم رائع جدا من أيام الأهلية يعني دائما نحن نحن نحب نقول أنه النادي الأهلي على طول في أيام جميلة وفي أيام معبرة عن قوة العلاقة ومتانة العلاقة بين كل من ينتمي إليه عائلة الأهلي يعني لفت نظر قوي لفظة أو اختيار المصالح عائلة الأهلي ما زال روح عائلة الأهلي بتخيم على مقار النادي الأهلي في الجزيرة وعلى جميع المقار الأخرى طبعا بالتبعية يعني لأنه الكل بيتابع النهاردة من خلال البس الرائع لقناة الأهلي لهذا الحدث اللي أنا بقى عايز أقوله كمان أنه نجاح النادي الأهلي بالأرقام زي ما أعلن كابتن محمود الخطيب أنه الميزانية النهاردة بقت 2.5 مليار جنيه 2500 مليون جنيه بالزبط ومع بداية الفترة فترة المجلس كانت حوالي 800 وشوية 300 وشوية قبل ما يبتدي المجلس وبالتالي نقول أنا 300 دي مع 14 آه صح 800 مع بداية مجلس 800 مع بداية مجلس 2017 آه صحيح متوسط انفاق يومي يقترب من 7 مليون جنيه يعني نادي الأهلي يسرف يوميا على مدارة 865 يوم في السنة 7 مليون جنيه مع طلوع شمس كل يوم ومن هنا بقى كمان بتيجي أهمية الشركات التي استعرضها كابتن محمود الخطيب في جميع المجالات هاي أستاذ يسير ممصور كورة القدم وزير يحيى راشد دكتور أولي يحيى راشد والأستاذ أيمان إسماعيل بالزبط كل هذه الشركات زي ما تقال أنه الهدف منها تقليل الكلفة أو التكلفة اللي بتنفق على الرياضة وعلى النادي أنه بدل من أنت بتصرف لا أنت بتصرف وبتحقق مكاسب وإنت مثلا كنت بتحتاج تحجز في شركات سياحة أو طيران أو شركات خدمات رياضية أو إقامة للفرق بتاعتك برا كل ده أنت بتعمله ذاتيا جوه النادي الأهل دلوقتي من خلال الشركات اللي موجودة وواضح جدا أنه كل رئيس لجنة أو رئيس شركة عفوا عنده وبدأ بالفعل عنده تصور واضح جدا وتصور فيه نوع من الوعي أنه هو هيعمل إيه إن لم يكن بدأ بالفعل يعني إحنا شفنا عرض لشكل أستاذ الأهلي ممكن جدا الناس كتير تقول لا ده كان لسه كلام لا واضح جدا أنه فيه شكل دلوقتي بس الأشكال دي تصورات لسه مبدأين ما هي تصورات لكن أنت بتختار منهم الشكل اللي ينسبك ويخدمك إذا